ليس فقط آية المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر على البيئة بشكل ملحوظ إن أقض في العاصمة المصرية القاهرة المؤتمر الدولي العالمي للهندسة الكيميائية الخطراء في نسخته الحادية عشر تحت عنوان أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهدف هذه النسخة إلى طرح نقاشات ثرية لتعزيز التطوير الدائم في مجالات الهندسة الكيميائية والطاقة والمياه والبيئة وتبادل الخبرات في تلك المجالات مما سيساعد في تحقيق التنمية المستدامة ومؤتمر النهاردة الحقيقة من المؤتمرات التخصصية في النواحي الهندسية لأن كل ما يمر به العالم اليوم يحتاج إلى نظرة مختلفة في التعامل مع المشروعات الجديدة ويمكن زي ما ذكروا السادة المتحدثين في الكلمات الافتتاحية وفي الجلسة الافتتاحية عن ضرورة توجه إلى الأبناء الخضراء والصناعات الخضراء والطاقات الخضراء وكل شيء عانى الإنسان في خلال آخر 20 سنة من آثار أكثر من 200 سنة من التطور الصناعي والثورة الصناعية وخلافه وما خلفته من مخرجات أصرت على حياتنا جميعا وشاهدنا هذا السحب الجائر من التقاط الطبيعية زي التقاط البترولية والغاز وشاهدنا هذا العدوان الشديد على البيئة وعلى الطبيعة من خلال المخرجات الصناعية صدرتها الدول الصناعية الكبرى ويدفع فتورتها اليوم العالم النامي بالحد من إمكانياته في الصناعة وأوضح الحضور أن هذه النسخة من المؤتمر ستساهم في توفير فرص للتبادل الاقتصادي وجاذب الاستثمارات في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة وأيضا بناء وعي بيئي حول أهمية الحفاظ على البيئة وتحسين إدارة الموارد البيئية المؤتمر من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة موضوع الهندسة الكيميائية والبحث عن مصادر جديدة ومصادر متقددة من الطاقة ومن المياه واستخدام الموارد الأمسة والمتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبعا خلال اليومين الموجودين موجودين معنا مجموعة من الحضور والحجد الموجود من وزارات البترول ووزارات الطاقة والصناعيين والأكاديميين معنا مجموعة من الدول العربية أنت تعرفي طبعا حضرتك للتغيرات الموجودة حاليا في كل الدولة العربية وكل التوترات الحاصلة في الموضوع كثير من الدولة تأخرت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندات الخاصة بالتنمية المستدامة وطبعا ندامش بسبب الدولة نقدر نقول بسبب التغيرات الحاصلة سواء التغيرات المناخية سواء التغيرات السياسية التغيرات الاقتصادية في عامل كثير حاصلت خلال السنوات الأخيرة سببت بعض التأخر فبتكاتف الدول العربية حاليا بحضور بعض المؤتمرات نقدر نقوم نتسليط الضوء على بعض المشاكل والتحديات نقدر نساعد الدول في تحقيق هذه الأهدف مشاركتنا بهذا المؤتمر هالسنة بتجي تلبية للدعوة من المنظمة العربية لجامع الدول العربية من شان نقدم تروحنا التكنولوجية بمجال إنتاج الوقود المتجدد من مصادر خضراء وهو هذا الشيء يعني بقلب بصلب موضوع المؤتمر ومشاركتنا بتجي بهذا الإطار التكنولوجيا لإنتاج الوقود المتجدد هي بتساهم بشكل مباشر بتحقيق تنمية المستدامة لأنها بتأثر بشكل كتير كبير بمستوى إنتاج ساني أكسيد الكربون تخفيض ساني أكسيد الكربون إنتاج المصادر الطاقة البديلة يلي هي اليوم تحدي بالعالم كله عمل المؤتمر على تعزيز الفهم العلمي والتبادل المهنية حول السياقيات الفنية والاستراتيجيات الاقتصادية التي تدعم تنمية المستدامة بالإضافة إلى رفع الوعي بقضايا البيئة مع زيادة تأثير التغيرات المناخية على العالم جاء انطلاق هذا المؤتمر الذي يعمل على وضع بدائل طبيعية ليس لها تأثيرات سلبية على البيئة من جهة ومن جهة أخرى يعمل على تحقيق التنمية المستدامة مريم سعيد اليوم القاهرة ترجمة نانسي قنقر